اشتركوا في القناة الكونفيدرالية الامريكية فيما يعرف بالحرب الاهلية الامريكية رغم ان العمل كتب قبل تسعة سنوات من الحرب ويذكر المترجم في المقدمة ولم تجتمع السيدة ستاو الا مرة واحدة بالرئيس الامريكي ابراهام لينكول وكان ذلك في سنة 1862 والحرب الاهلية بين ولايات الشمال المناوئة للاسترقاق وبين ولايات الجنوب المؤيدة له محتدمة اشد الاحتدام ولم تكت تدخل على الرئيس حتى هرع لاستقبالها وقال حسنا ميسيز ستاو اني سعيد بان ارحب بك بوصفك مؤلفة تلك القصة التي احدثت هذه الحرب العظيمة ثم يأتيك شخص ويقول لك ان الرواية لا فائدة ولا قيمة لها على ارض الواقع والرئيس هنا لا يقصد ان الحرب قامت بسبب روايتها ولكن كانت رافدا مهما في الحملة الشعبية المناوئة للرق والتي تبناها لينكولن في برنامجه الانتخابي والتي بسببه تمرد الجنوب وحصلت الحرب الامريكية والعمل شب من الطوق المحلي حتى اصبح عالمي واصبحت هذه الرواية تعرف بما اصطلح عليه بالادب العالمي وترجمت الى لغات متعددة وحولت الى افلام ومثلت كمسرحيات وقد عددها المترجم في المقدمة والنفس المسيحي بين من اول الرواية الى نهايتها ولعله يحاول ان يعالج مشكلة الكفر بالمسيحية التي قد وجدت لدى العبيد السود او بعضهم وهذا قد تلتمسه لدى فريديريك دوغلاس العبد الذي كتب مذكراته ونشرت بمذكرات عبد امريكي فقد افرد ملحقا يهاجم فيه تلك المسيحية التي تؤيد الرق الا انه احيانا لا تقدم الرواية ردا مباشرا على اطروحات المخالف وذلك ان رجال الكنيسة في الولايات الجنوبية المؤيدة للرق كانوا يستدلون بمشروعية الاسترقاق بناء على ان ابناء كنعان ابن حام وهو جد السود قد لعنوا في الكتاب المقدس ووجه اللعنة انهم سوف يكونوا ارقاء لابناء عمومتهم من بقية الامم فهذه نقطة الارتكاز ولم تعالجها الرواية الا انها سرت بالعموميات في ذكر الرحمة والعطف والخلاص ونحو ذلك ولفت انتباهي الى تشابه نص مسيحي وجد في الرواية وهو نص من انجيل متى الاصحاح 25 مع نص اسلامي وهو حديث قدسي في صحيح مسلم جاء في الانجيل ثم يقول اي الرب ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته لاني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسكوني كنت غريبا فلم تأوني عريانا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تزوروني حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا بينما جاء في صحيح مسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مردت فلم تعودني قال يا رب كيف ادعوك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعوده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي وأنت ترى أن بعض الجزئيات فيها شبهة وهي أنك سوف تسأل من الله لماذا لم تفعل لي كذا ولما تقول كيف أفعل وأنت رب العالمين يقول لو فعلته للناس لوجدت ذلك عندي وقد ذكر المترجم أيضا في المقدمة أن العمل هذا واقعي مئة في المئة ولما قالت المؤلفة أني لم أؤلف كوخ العم طوم تعجب الناس فأجابت قائلة أجل أنا لم أؤلف هذه القصة كل ما فعلته أني دونت ما شاهدته بعيني في بعض ولايات الجنوب ولعل هذا صحيح فبعض تفاصيل القصة لا ترى فيها إثارة ولا التغير الفجائي الذي يصطنعه أصحاب الروايات التي هي من وحي خيال الرواي بل تغيرات رتيبة وعادية كأنها تشي بأن تلك القصة هي قصة شخص بعينه فعلا المآسي التي عرضت في هذا العمل هي ذاتها في أي عمل يذكر مشكلة الرق والزنوج الأفارق في أمريكا تشتت الأسرة وتمزيق العلاقات وهذا يحصل عندما يقوم أحد الأسياد ببيع أحد الرقيق لديه ويكون هذا العبد متزوج ولديه أولاد ويفرق بينه وبين أولاده وقد لا يراهم أبدا الظهر أو العكس عندما ينتزع الطفل الرضيع من الأم ويباع أو عندما تعرض الأسرة كلها في المزادي فكل فرد فيها يباع لشخص فيتمزق شمل الأسرة وأنه مهما كان السيد طيبا أو شريرا فتشتيت الأسرة أمر لا بد أن يقع فيه إن تعثرت تجارته أو أصبحت تحت طائلة الديون وهنا تفننت المؤلفة في استعراض وإظهار عاطفة الأم عندما تفقد ابنها الرضيع ولن تراه بعد ذلك وكيف هي مشاعر الأب وهو يودع أسرته الوداع الأخير وغيرها الكثير التعذيب والقتل وعدم إنصاف العبيد دائما وفي رواية 1948 لجورج أورويل تكلم في الصفحة 78 عن محاولة وأد الغريزة الجنسية لدى الزوجين في الحزب الشيوعي حسب تصوره وأفضى هذا إلى عدم الشعور بالحميمة مطلقا بين الزوجين وإفراغ العملية الجنسية من أي شهوة قد تحصل فإن على النقيد من ذلك أفضت العبودية في النظام الإقطاعي إلى تجريد الأم من مشاعرها تجاه ابنها جراء ما حصل لها مسبقا من انتزاعهم منها كما ذكرت كاسي في الصفحة 223 فالجهات الحاكمة المؤدلجة عندما تطبق أيديولوجيتها المادية والمريضة على الناس قد يفضي ذلك إلى تحلل الناس من إنسانيتهم أحيانا تكلم سانت كلار من الصفحة 106 إلى الصفحة 119 في حوار فلسفي رائع مع ابنة أخيه ماري عن العبودية من هذا الحوار تعرف أن التغيرات المجتمعية الكبرى لا تكون فرضية بل لا بد من تغير مفهوم ثقافة المجتمع حتى يحصل هذا التغير وقد يكون عبر تقتلات ضغط تكسر الطابو فتجعله أمرا عاديا مع الوقت وتنافح منافحة شرسة تجاه أصحاب المصالح الذين لن يتخلوا عن مصالحهم بسهولة وهذا ما كان في الحرب الأهلية الأمريكية التي راح ضحيتها مليون والتي انتهت العبودية بسببها هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين